شروط محددة تفرضها الجهات المعنية على شركات الحج والعمرة وهذه المرة ثارى خلاف وشكاوى من الشركات تتعلق بإعفاءات الحافلات الحديثة إلى التفاصيل أيام الحج على الأبواب أما الخلافات بين شركات الحج والجهات المسؤولة فقد دخلت الباب مبكراً والسبب قرار يخص الحافلات الحديثة هذا القرار منذ عام 2005 2015 يتم منح إعفاءات لأكثر من 400 حافلة لمن؟ من المسؤول عن إيقاف هذه الإعفاءات؟ لماذا توقف الآن؟ استثمرنا الآن بمليون ونص وجيبنا الحافلات على الأردن بناء على هذا الإعفاء الذي سنحصل عليه الآن طالبونا بدفع نصف مليون دينار الجمرك الذي سندفعه والضريبة على هذه الحافلات الآن منين سنجيب هذه الحافلات هذه المبالغ لتدفع الجمالك والضريبة الحافلات الآن مرمية في العقبة والآن حجاج الأردن بحاجة لباصات وإحنا الآن وقفنا لا عارفين نكمل هذه الحافلات ولا عارفين نرجع هذه الحافلات لمصادرها بعض المشغلين يؤكدون أن القرار ناتج عن سوء تفسير للقانون مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل وإعادة النظر في هذا القرار المجحف بحسب قولهم تفجأت أنا وزملائي في شركات النقل بوجود خطأ في تفسير قرار الإعفاء الجمركي والضريبي على حافلات النقل المنتظمة علما أنه فيه قرار سادر من ديوان الرأي والتشريع يفسر القانون تفسير واضح أنه على الشركات المالكة والمشغلة بحد أدنى عشرين حافل على الخطوط المنتظمة التي لها بداية ولها نهاية إذا حققت الحد الأدنى من المطلوب فهي معفية من الجمارك ومن الضريبي أما هيئة تشجيع الاستثمار فأوضحت أنها ليست الجهة المعنية بتحديد شروط الحافلات مشيرة إلى بدل جهود لحل القضية ضمن القانون والنظام صاحب العلاقة في التأكد من هذه الشروط حسب قرار ملش الوزراء هو هيئة تنظيم قطاع النقل نحن في هيئة الاستثمار هنا بناءنا هذه المعطيات تتم تقديم لفاة الحافظ نحن حاليا أعمالنا نحكي مع أو نتناقش مع وزارة النقل في بعض القضايا العالقة بهذا الموضوع وإن شاء الله سيتم التوصل إلى آلية عمل مع وزارة النقل ونحاول نسهل ونلاقي حل مشتر الحافلات الحديثة بانتظار حل أكثر إنصافا من الجهات المعنية يعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها ويحقق العدالة التي تطالب بها جميع شركات الحج